السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مصر رحمة العبد من قناة دروس تعلمية اونلاين ان شاء الله هنكمل مع بعض اللي احنا بدأناه من حل النماذج شامل على المنهج بالكامل من كتاب ايوان تريجر اللي هو كتاب المراجعة النهائية اخذنا المرة اللي فاتت نموذج الاولاني وزي ما اتفقنا حلنا الاسئلة وقلنا السبب بتاع الحل وبعدنا لكم بعض الاسكرينات الهامة عن القواعد اللي موجودة في الامتحان ولو ما كنت شفت الامتحان اللي فات ده هسيب لك الرابط هيظهر فعل الشاشة انا بتكلم او هسيب لك الرابط في الوصف اسفل الفيديو او هسيب لك الرابط في التعليقات اسفل الفيديو نبدأ بقى مع النموذج التاني من الامتحان مع اول سؤال نمورا بيقول لي ايه هنا طبعا بيقول لي ان المدير طبعا خلى السكرتيرا تكتب طبعا ايه الوثائق تمام هل هقول اقنعها يعني سامحها ليا السببية تمام مبدأيا كده عندي عايز معاها حرف جارة وقال لود نفس الكلام لما يجي ورها مفعول بجيب بتاع حرف جارة هاد ولا جوت لو انت فاكرين في القوزة في السببية قلنا ان السببية معناها ان انت بتجعل شخص يقوم لك بالعمل او بتقنع شخص يقوم بالعمل ده تمام ولو قلنا قبل كده في المبنى المعلوم لو جبت كلمة جوت بجيب معها تو طبعا هنا ما فيش في الجملة تو فهتيبقى ايه هاد زي ما شرحنا المرة الفات في الامتحان الاولان تمام نمبر دو هزول هنا ان التدخين طبعا يعتبر محرم بشدة بصورة صارمة كلمة هاندلين يعني استعمال او المعالجة او التعامل مع اكسبلوسف ماتيريالز اللي هي المواد اللي هي المتفجرة تمام اذا خليبك بقى طبعا الحل الصحيب هنا فيه تخصيص يعني عملية ليه التعامل مع المواد المتفجرة تمام عايزول انها هنا بتحاول ان هي زي ما قولهم تقلع عن الشوكولاتة لكنها طبعا الموضوع ده منفعش معها عشان تخسر الوزن اذا انها قربت الموضوع ده افتكر القاعدة بتاع try to plus infinitive و try plus verb plus ing لو انتوا فاكرين خطوا قبل كده فقولها سانوي try to لو قلت try to زائد المصدر هنا معنى كلام ده ان الفاعل بيحاول يقوم بالفاعل تمام لكن ما شافش النتيجة بتاعته تمام لو قلت try plus verb plus ing ده هنا الفاعل اهم او شخص اهم بالفاعل عشان يجرب ويشوف النتيجة قدامه فلو لاحظت في الجملة هنا هي جربت تقلع عن الشوكولاتة لكن هذا لم ايه لم يفلح فين في انها تخسر وزنة او تخسي يعني فبالتالي هنا هجيب ايه verb plus ing تمام number four fatigue and boredom combine two cause عايزو لك هنا فاتيج هنا اللي هي الاجهاد وكلمة boredom اللي هو الملل والسأم طبعا لكن دول لما يكتمعهم وبيندمجوا مع بعض بيسببوا ايه هل hide out hide out يعني ملجأ او مخبأ ولا check out قلنا قبل كده check out اللي هي دفع الحساب مثلا ولا burn out لو الانهاك والارهاك ولا blow out لو الانفجار او ممكن على الفكرة يبقى معناها وكبا داسمة تمام هتبقى هنا لتر ايه letter c تمام burn out number five I'm taking the dog to the vet انت طبعا بقول لنا هاخد الكلب هو دي فين عندي طبيب بيطاري as it not anything for days هتبقى هنا هو مكلش حاجة لعدة ايام خلي بقى لك كلمة as هنا معناها لأن مش بينامهن تمام as معناها لأن طيب هنا جاي بعدها الفعل اللي تم دا بقاله عدة ايام إذن الفعل ده بدأ في الماضي حتى هذه اللحظة تمام ترطب عليه إنه هو أخذ الكلب ده للدكتور البيتاري إذن ده زمن إيه فاكرينه آه يا مصر لوه زمن إيه زمن مدارع تام ليه يا مصر مدارع تام لإن حدث بدأ في الماضي حتى هذه اللحظة تمام وترطب عليه أثر موجود في المدارع إيه الحدث اللي حصل في الماضي إن هناك كلب طبعا ده لم يتناهر الطعام لعيدة أيام تمام يبقى ليه طربي طب إيه اللي ترطب عليه الأثر بقى اللي في المدارع إنه طبعا أخذ الكلب وده لطبيب ليه طربي تمام يبقى hasn't eaten نومر سيكس ولك عشان تحسن إيه خاص بيك لازم تتأكد أنت بتاخد طبعا زي بولهم إيه أجازة بعيدا عن التكنولوجيا يعني سيبك من الواتساب والفيسبوك وأي حاجة من النت ده كله عشان إيه يبقى تراعي إيه فاكرينها السلامة النفسية اللي هي إيه اللي طبعا تمام يبقى ده اللي طر إيه تمام يبقى إنه اللي هي السلامة أو العافية أو السعادة تمام طبعا كلمة الينبوع أو المنبع ما ينفعوش هنا اللي هي واحد متمرس أو زو خبرة طب عارفين لما الحاجة تلبس فترة طويلة كده بحاجة بالية أو مبتزلة تمام طبعا ما ينفعوش يبقى اللي طر إيه نومر سيفن وين كان نورا موف انتو هير نيو فلات يعني إمتى نورا تستطيع إن هي تنتقل إلى الأشياء الجديدة بتاعتها فقال لك إيبقى أسون آز ذي هير نيو فرنيتشر رد عليها قال لها بمجرد ما تستلم الأثاث الجديد بتاعها ركز بقى معي بقى عشان في ناس فيكوا هتلخبطهم لو تصروعوا في الحل ده مبدئيا كده أنا عندي كلمة أسون آز وآسون آز اللي هي أكتر من قاعدة في قاعدة مشهورة بالنسبة لها وكلوكو أول ما قول أسون آز بتجي في دماغك على طول إنه بيجي وراها ماضي تهم وباقيها مضبسطة تمام القاعدة التانية اللي بتنسوها إنه ممكن يجي وراها مضرع بسيط أو مضرع تهم وباقيها كده مستقبل تمام هنا بقى أسون آز ممكن يجي وراها إيه مضرع بسيط أو تهم طيب ينفعي يجي وراها مستقبل لا مش هينفعي يجي وراها مستقبل إذن غلط تمام ولينا بالمجرد إن هي تستلم تمام كده هنا عندي هاف دليفرد هات دليفرد ار دليفرنج هات دليفرد برضو غلط ده هنا جاب لك إنها سلمت في الماضي بيقول لك هنا كان مش كود تمام فبالتالة تبقى ايه لتر ايه هاف دليفرد إذن هنا جاي بعد آز سون آز اللي هو ايه ممكن نقول له الحدث أول بيهو مضرع بسيطة أو مضرع تهم تمام يبقى هاف دليفرد نوبر ايت positive thinking اللي هو التفكير الإيجابي نقاط mental health لي الصحة الصحة النفسية والعقلية هو positive thinking اللي هو التفكير الإيجابي ده يعايز أقول لك إنه بيعمل ايه في الصحة العقلية أكيد طبعا بيزودها ويعززها ويدعمها يبقى ايه يبقى promotes letter C يعزز أو يحسن وما الكلمة device device ديت لي ايه يتحدى أو يعصي prevents يعني من يمنع blocks يعني يعوق أو يعارك المينفعوش نوبر ناين you look tired I know واحد رد عليه قال له I know I lately واحد بيكلمة تاني بقول لك شكلك تعبان فرد عليه قال له ايوان عارف I know lately مؤخرا فكلمة كلمة lately آه دي كلمات تعبيرات زمنية أو كلامات تدول على زمن ايه يا إما مضرع تهم يا إما مضرع تهم مستمر طب نشوف هنا هلها تبقى hadn't slept ولا I'm not sleeping ولا don't sleep ولا haven't been sleeping طبعا تبقى ليه ترضي مضارع تهم مستمر بس هنا منفي ايه هو المضارع تهم مستمر قلنا حدث بدأ في الماضي وامتد حتى هذه اللحظة ليسا بيحصل دلوقتي قولوا انت شكلك تعبان قال له ايوان عصنا ما بنامشي كويس مؤخرا لحد اللحظة اللي بكلم فيها دلوقتي نومر تن you will have to work harder to catch the top students in your class عايزوا لك انت لازم تكتهد او يعني اقول لك work harder تتعمل بجد اكتر عشان ايبقى عايزوا لك عشان تلحق او تتماشى او تواكب الطلاب المتفوقين في الفصل بتاعك التعبير ده اسمه catch ايه فاكرينه catch up with تمامي يبقى letter a letter d تمام اوعد اختار لتربيل يا catch up with يعني يواكب او يسير او يالحق بي number eleven can we use the swimming pool yet قول له هنا هل احنا ممكن نستخدم حمام السباحة بقى حتى الان او بعد يعني هنستخدمه خلاص يعني وقال لسه فقال له no it لا ده لسه ايه فبقى حمام السباحة هنا هل هيننظف نفسه ولا يتم تنظيفه لا يتم تنظيفه بالتالي ده مبني المنجول لان الجملة هتبقى بدأت بضمير مفعول اللي هو it تمام اذا still cleans ده هتما بنى معلوم غلط is yet to clean مش منطقية او دي غلط برضو طب is still being cleaned ولا is still cleaning لا طبعا letter c دي تتبع طبعا ايه مبني المجهول في زمن المنجول المستمر يبقى is still being cleaned letter c number twelve please take a moment to your cell phone في علامة التعجق وهنا no electronic devices during class بلو لو سمحت يعني خد وقتك يعني او خد لحظة بسرعة كده عشان تعمل ايه هتف المحمول بتاعك يعني خليه سامن زي يقولهم ليه no electronic device ما فيش اجهزة الالكترونية يتم استخدامها يعني اثناء الحصة بلتالها تبقى ايه طبعا تبقى mute يموت يعني ايه كلمة mute يعني ايه يعني يجعله صمت يعني بيوقف الصوت بتاعه يعني طب وما لكلمة commute لا commute دي معناها يعني يستبدل طب و impute impute يعني القى او حملة طب bullyوت يعني يلوث ما ينفعوش number 13 the company has doubled its profits الشركة ضعفت الارباح بتاعتها not it broadened its range of products ده هي اصلا وساعة النطاق بتاعه ليه المجموعة بتاعت منتجاتها يعني يعني انتجت حاجات كتير قوي هل هقول since ولا so far ولا until ولا lately تمام مبدأيا كلمة so far ديت يهما تيجي في الاول يهما تيجي في الاخر ودي بتبقى مع المدارع التام لو جت في النص يعني كأنها في دايات جملة جديدة مثلا يبقى وراء مدارع التام فدي غلط طب ولتلي نفس الكلام برضو يا ترى until ولا since لا هتبع طبعا ايه since يعني منذ لين هنا since يجي وراءها ما دي بسيط وقبلها مدارع التام number 14 his interest in the project not after his wife died عايزو لك ان اهتمامه بالمشروع حصل الاهتمام بتاعه ايه بعد وفاة زوجته هل هقول minded minded يعني امانع في الماضي يعني ولا combined يعني مشترك او مجتمع او متجمع مع بعضه يعني ولا decline يعني ضعف او تراجع ولا outline يعني الول الموجز او المباين او المحدد طبعا تبقى letter c decline يعني اهتمام بالمشروع اللي يعني او ضعف او تراجع بسبب ايه او بعد وفاة ايه وفاة زوجته تمام number 15 by the time the bridge is complete ركز في جملة دي عشان فاة فكرة حيرو over twenty million dollars on the project اولا بايزو طايم هنا ممكن تيجي مع زمنين ازاي بايزو طايم ممكن تيجي مع الماضي التام تمام لو كنت بكلم على ايه يعني اقول لك قبل او زيول 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 ايه حدث تم قبل وقت معين في الماضي تمام طب لو حدث تم قبل وقت معين في المستهبل ما اصبحش ماضي التام بقى ده اصبح مستقبل تام تمام ركز في اللي انا بقول لك عليه دلوقتي طب هنا بقول لك اس complete وبقول لك هنا ايه ديت اس يعني مضارع فلقابل هنا جملة دي مضارع كده هتبعد عن الماضي التام تمام بقول لك قبل ما المشروع يكون اكتمل هيكون اصلا انفاقهم كان في المستهبل عشرين مليون دولار ازا هتبقى لتر دي مستقبل تام بس في المبني للمجهول طب ليه موتش ده جوينج يا حيزة قبلها موزور واصلا تركيبها كده غلط طب هيبقى مستمر مستمر لان مستهبل مستمر ده حدث هيكون زي بقولهم ايه مستمر في وقت محدد في المستهبل فطبع مش هتنفح هنا تمام طب هنا فيه اضطرار ما تنفعش هتبقى لتر دي زي مون number 16 at 3 o'clock tomorrow ساعة 3 بكرة غدا هي نوع تاتزا جيم هتكون بتتضرب في الجيم خالبك بقى الحادث اللي سيلك عليك في جملة اللي فاتت حدث سيكون مستمري في وقت محدد في المستهبل اسم مستهبل مستمري will be will I and G دي بقى لتر ايه تمام number 17 she is my favorite teacher because she is fun interesting and smart دولك دي ايه تعتبر المدرسة المفضلة عندي يعني طبعا ايه fun مرحة interesting وزكية خباك من جملة شكل الجملة دي this sentence is incorrect الجملة دي غلط because ايه سبب ان الجملة دي غلط خباك بكلمك في الكومة والحاجات دي بقولك there should be a comma after and المفروض يبقى فيه كومة بعد and the and دي دي اصلا لما يكون بقول حاجات كتير بقول الحاجة وكومة كومة واخر واحدة بحطها قبلها ام ده هنا عندما كانها صح دي غلط طب there should be a comma after fun مفروض بعد كلمة fun يا فيه كومة تمام هي دي الصح على فكرة يبقى letter b طب نشوف letter c ودي غلط ليه there should not be a comma after interesting مفروض بقاش فيه كومة بعد interesting ما هو ما حطهاش ايه المشكلة وكده دي غلط وletter d بقولك there should be a colon فاكرين colon اللي هما نقطفهم في بعض after because بعد because ازاي اجيب colon هنا اصلا ده هنقول قبل كده ان نستخدام colon الجملة التانية اللي بتيجي بعد colon يعني بتكون شرح وتفسير الجملة الاولى اللي هي قبل colon مفيش الكلام ده اصلا موجود هنا يبقى ليه تربية صح number eight which of following is a topic sentence for this paragraph جاب لبراغراف زغير كده بسرعة تلت سطور ولك ايه اللي ينفع تعتبر topic sentence فاكرين تكون من topic sentence لجملة الموضوع تمام نقرا كده بسرعة ونفسره ونشوف الصحي بتاعه often there غالبا الوظافة بتاعتها يعني منخفضة الاجر there is not enough money for housing وباش فيه طبعا فلوس للسكن they may have to decide between هم مضطرين او احتمالي ومضطرين يقررهم بين having a place to live يبقى عندهم مكان يعيشوا فيه or having a food to eat او عندهم طعام يأكلوا يده يده some people think that فيه ناس بتعتقد انه homeless people الناس اللي هم بلا مأوال مشردين يعني don't want to work مش محتاجين يعملهم this is not true وهذا غير صحيح طب نشوف كده letter a most homeless people only work when they have to هم الناس المشاردين بيعملوا بس لما يبقى مضطرين طبعا لا many homeless people have jobs but they can't afford a place to live ناس كتيرة من المشاردين دول اللي هم بلا مأوى يعني عندهم موظائف لكن ما بيقدرش يتحملوا تكاليف المعيشة او تحكاليف ايه انهم يلاهم مكان يسكنوا فيه وبيقى ملك لهم يعني طبعا دي اكيد letter b طب نشوف c و d c having a house is more important than food يعني امتلاك المنزل اهم من امتلاك الطعام ما قالش الكلام ده طبعا طب some homeless people are rich بعض الناس المشاردين يختبر اغنية لأ مشارد ده مش شحات لأ ده ده يعني راجل مليش مكان يعيش فيه فبتالي ده برضو غلط نشوف number 19 which of the following is correctly structured ايه من التالي يعتبر تركيبه اللغوي تركيبه صحيح هل هقول i don't think you will have problems او any problems when you had learned ازاي مستر had learned بعد وين هاد الرابط ديت وازاي اجيب will have مستقبل مع مضي التام ازاي طب i don't think you will have any problems when you are landing in London ازاي برضو هاجيب بعد وين هنا مدارع مستمر ومستقبل لأ مش هينفحنا هنا مدارع بسيط يبعد وين يا امه مدارع التام لو انت فاكرين طب letter c i don't think you will have any problems when you landed landed مدى بسيط مع مستقبل ازاي برضو ما تنفعش هي اللي ترضيها الصح لو انتم فاكرين رابط زي كلمة twin وزي after واسون as وانا ممكن يجوارها مدارع بسيط او مدارع تام وقابلها مستقبل بسيط فبالتالي تبقى letter d هي اللي جابها الصحيح او تركيبها اللغوي التركيب صحيح تمام number 20 choose the best supporting sentence فاكرين كلمة supporting sentence اللي هي جملة داعمة for this topic sentence يعني هي بقى جملة داعمة للجملة الموضوع topic sentence احنا اتفقنا ان هي جملة الموضوع الفكرة بتاعت الparagraph تقفوا للسطر تقريبا تمام طيب بعد الفكرة دي بجيب بقى جملة بتدعمها يعني بتنميها بتقبر الفكرة بتاعت دي باسمها جملة داعمة تمام يقول لك يعني زي بقى اختار افضل جملة داعمة للفكرة topic sentence لم يقول لك a group of girls in Egypt مجموعة كبيرة من الايه في مصر يعني donated money بتتبرع بالفلوس to the earthquake victims لضحايا الزلزال in Somalia Somalia هنا Somalia اللي هي Somalia يعني تمام طب هنا بقى لو عايز اجيب بقى جملة داعمة يعني عايز انام الفكرة دي اجيب ايه literally they learned about Asia and Europe too هم تعلموا عن اسيا اوروبا يعني ايه تعلموا ايه علاقة اسيا اوروبا بالSomal Somal في افريقيا ما تنفعش they wanted to help the people in need there هم عايزين يساعدوا الناس اللي هم في احتياجي هناك طبعا عندي الصح letter C they had to write a report about Somali schools ومعايزين يكتبوه تقرير عن مدرس الصومال ايه علاقة دم مدرس الصومال بالتبرعات اللي اتبرعوها عشان الزلزال بحيات الزلزال ما انتم معاش most girls in Egypt belong to rich families معظم البنات في مصر بينتموا الاسرة غنية ايه علاقة الكلام دا باللي فوق طمعا ما ينفعوش لان الجملة اللي بتعزز جملة الموضوع لاها علاقة بيه تمام لاني بتنمي الفكرة نيجي بعد كده ناخد بقى ايه الجزء الخاص بالايه الكمبرينشن عندنا القطعتين كل القطع تامن اسئلة يعني القطع على 16 درجة مهمة جدا جدا فنركز فيها اول حاجة بقول لك ايه الاكل المناسب بتركة صحيحة يعتبر مفتاح الصحة الجيدة نيوتشولينست لما ايه بقى نيوتشولينست لما اخصائي التغذية تمام لما الناس المسؤولون على التغذية يعني بيوصوا بيه بقى بيوصوا بيه بقى بيوصونا يعني بيقولك الهرم الغذائي يعتبر هو الدليل البسيط او المرشد البسيط لنا في الطعام او اكل الطعام اللي ايه اللي هو المناسب في القاعدة بتاعته يعني في قاعدة الهرم للطعام يعني هرم الغذاء اللي هي الحبوب والالياف اللي هي الحبوب في الخضرات والفكة وكده لازم تاكل من ستة لحداشر خباك بقى سيرفنجز هنا ممكن لها حصص من الطعام او أجابات من الطعام خبز سيريال اللي هي الحبوب رايس الأرز باستة الماكرونة كل يوم خباك مش من ستة لحداشر من كل واحدة لا مجموعهم كلهم يعني 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 التالي إلى أعلى في القاعدة بتاعت يعني يعني فوق القاعدة بتاعت هرم الغذاء يعني بعدها على طول خضروات وفكة يعني من خمسة من خمسة لتسعة واجبات زي يقولهم او حصص من الطعام في المجموعة دي مطلوبة يعني زي نكس بيرامد المستهل اللي بعد كده الأعلى يعني مجموعة الألبان من اتنين لتلات واجبات او حصص من الطعام من اللبن زبادي او الجبنة بتساعد على الحفاظ على اللي هي التغذية الصحيحة لما نرتفع ايه او نتحرك صعودا اللي اعلى الهرم يعني المستهل اعلى الزمية اللحوم بولتري اللي هي الدواجن فيش اللي هي السمك بينز اللي هو الفول او البقليات ايجز البيض والمكسرات دي يقول لها ناكل من اتنين لتلات ايه حصص من الطعام يعني ادي في اليوم طبعا في اعلى الهرم بقى ارفات الدهون والحلوة الهرم لازم تتاكل طبعا بصورة غير منتظمة بشكل غير منتظم على فترات متبعدة نادرا ايان كان المعنى طرق سهل بقى عشان نخطط اللي هي قاوم الطعام بتاعتنا ذات هي ايه بقى follow the food pyramid اتبع الهرم بتاع الغذاء is to shop only in the outer aisles of the grocery store aisles هنا ليه الممرات اللي هي زي مقولك بيحط الأطعمة أو الحاجات في السوبر ماركت يعني في الصفوف كده فانتأخذ الصفوف الخارجية اللي هي فأقول اللي هي المحل يعني ليه بقى in most supermarkets في معظم السوبر ماركتات fresh fruit الفاكهة الطازقة and vegetables والخضروات dairy العلبان fresh meat لحوم الطازقة and the frozen foods والتعامة المجمدة are in the outer aisles بتبقى في ليه في الممرات الخارجية off the store من المتجر ده أو ليه supermarkets grains الحبوب like pasta زي الماكرونا rice اللي هي الأرز bread خبز and cereal وكمان الحبوب are located on the naked sides بتبقى في في الممرات التالية the first inner rose عايز أقولك أن الخبز والأرز والحبوب دي في الممرات التالية تعتبر فين تقولك في الصفوف الداخلية يعني inner finally في النهاية the farthest inside of the store يتقولك الداخل اللي هو بعيد جدا في عمك السوبر ماركت أو المتجر يعني is where you will find chips متأكد فيها chips and snacks والواجبات الخفيفة أو السريعة cookies اللي هي الكعك pastries اللي هي بقوله على المخبوزات يعني أو الفطائر and soda pop واللي هي والمشروبات الغازي تمام بعدك يقولك if you stay in the outer aisles لو أنت يعني ظليت أو بقيت في الممرات الخارجية of the grocery store من المتجر بتاع البقالة you won't be tempted to buy foods حتة حلوة دي طبعا مش هتبقى أنت ايه زي بقولهم يعني مجبر أو هنا tempted على فكرة معناها يتم إغراءك مش هيتم إغراءك بالإيه أنك تشتير أطعمة you shouldn't eat أني أنت مش هتأكلها يعني أو لا يجب أن تأكلها وده بيحصل لنا كلنا مجرد ما تضخل جوة شوية كده في السوبر ماركت بتشتير حاجات أصلا أنت مش محتاجها وحاجات منفروض ما تشتيرها أصلا and you will find a wide variety of healthy foods وكمان بتجد ايه زي ما يقولهم مجموعة متنوعة من الأطعمة ايه اللي هي صحية تمام نيجي بعد كان حلقة سيلة بقى على ايه على الجزء ده طبعا أول حاجة هنا بيقول لي number 21 افضل عنوان القطعة هيبقى ايه في رأيك لو ركزها تجد ان هنا احسن حاجة عندنا تبقى لتر سي ليه لتر سي يا مستر شو بولك ايه how to shop for healthy food ازي تتسوق للأطعمة الصحية طب مش هين فأقول how to avoid infection ازي تتجانب العدوى ملاحش حلاقة بالموضوع اصلا how to shop efficiently ازي تتسوق بكفاءة برضو مش مصوط بها هنا طبعا لتر سي اقوى منها how to cook healthy food ازي تتطهي طعام صحي طبعا مينفعش number 22 according to the passage وفقا للقطعة the best way to shop افضل طريقة للتسوق in the grocery store في المتجر is to هي ايه بقى يا ترى make a list and stick to it ان نعمل list ويعني ايه يعني التزم بها التزام شديد ولا stay in the outside aisles ان انا ابقى في الممارات الخارجية طبعا هي لدي لتر بي طب نشوف الباقي ولا stay in the inside ابقى قعد فين يعني ادخل في الممارات الداخلية ولا check ads ads لين الادفرسمنت لالإعلانات for barra gains ولا طبعا ايه دائما نرجع ودور على الإعلانات اللي فازم ولوم صفقات رابحة barra gains طبعا لا ولا طربي number 23 according to the passage on the inside aisles وفقا للقطعة في الممارات الداخلية of the grocery store بتاع ممجر البقالة you would most likely find which of the following بتاجد ايه بقى في الممارات الداخلية هل eggs بالبيض يعني ولا bananas لما طبعا الفاكهة ولا bread hoops ولا food chips طبعا لا food chips هنا علاقة بكده هو chips تمام طيب number 24 according to the food pyramid وفقا للهرم الغذاء people shoot الناس يجيب انهم يعملوا ايه طبعا eat more grains than meat نأكل حبوب اكتر من اللحوم ليه لانه كان في قاعدة الهرم وإحنا بعدين من تحت كده كانت الحبوب جاء قبل اللحوم فبالتالي دي افضل الليطر ايه هل اقول never eat fats and sweets ما ناكلتش ابدا دهون وحلويات لا ده الدهون والحلوة كانت موجودة في كمة الهرم يعني ناكل منها نزمة وعينة ولا eat mostly vegetarian meals ناكل واجبات زي بوله نباتية فقط طبعا لا غالبا ناكل بواجبات نباتية لا ده قال لللحوم وقال للبن كمان rarely eat bread نادر لما ناكل خبز and other stretches stretches الناشويات يعني طبعا لأها برضو فبتبقى الليتر ايه هي الصحة number 25 the closest synonym to the underlined word infrequently is يعني اقرب مرادف للكلمة اللي تحتخط هي ايه انا قلتها في معلومة تفاكرين هل permanently اللي هي باستمرار يعني ولا regularly بصورة منتظمة ولا continuously اللي هي بصورة مستمرة ولا rarely نادرا لا rarely طبعا زي ما قلنا من شوي وانا اصلا كلمة infrequently معناها نادرا بشكل غير منتظم او على فترات متبعدة بدي اقرب حاجة لها اللي ترضي number 26 the closest antonym اقرب مضاد to the underlined word للكلمة اللي تحتخط inner احنا قلنا inner معناها ايه داخلي انا مش عاوز مرادف انا عاوز عكسها هلأ اقول internal داخلي outside خارجي interior اللي هي برضو معناها داخلي او button ولا هيدا ناخفي طبعا letter be outside outside يعني في الخارج inner يعني داخلي number 27 according to the passage وفقا للقطعة to maintain good health عشان تحافظ عالصحة الجايدة people should الناس يجب عليهم ايه طبعا هنا يجب ايه letter c exercise and eat right نتمرن وناكل بصورة صحيحة تمام number 28 according to the passage which of the following is not true وفقا للقطعة ايه من الجملة التالية ليس صحيح هل fats and oils الزيوت والدهون can harm your health من قد ديس صحيتك اهو عشان كده اصلا هي ممكن توزيها ليه لانه حطها في كمة الهرم في الاخر خالص فممكن فدي صحي برضو exercising is important for good health التمارين مهمة للصحة الجايدة طبعا vegetables and fruit should be eaten frequently اللي هو الخضروات والفاكة هايجب من يأتيم باكلها بصورة منتظمة اه تمام ازا الاخرانية لسا ما قلتها شواتيبة هي الغلط نشوفها برضو cookies and snacks والولو على الوجبات الخافية والسريعة are necessary for good health ضرورية للصحة الجايدة طبعا لا يقول لي تردي تمام نجي بقى القطعة التانية نراها برضو نقول معاني المشوات حافية وبقى ايه نحل على الاسم بول هنا هل شفت انت اللي هو المساعد الرقمي الشخصي اللي هو حاجة المساعد آلي يعني هل عندك كمبيوتر شخصي في المنزل هل انت استخدمت لابتوب قبل كده بالنسبة للناس في هذه الايام the answer will be yes بالنسبة للناس ديت هيبقى طبعا ايوة استخدمت الحاجات دي but did you know that the first computer that were made out six years ago were large enough to take up more than one room بس تعرف ان اول كمبيوتر كان من ستين سنة كان يعني كبير بالقدر الكافي انه تيك اوب انه يعني زي بوله بيملأ او بيجغل حيز حجرة كاملة the name of this computer was called اسمه كمبيوتر ده كان اسمه ايه e-n-i-a-c دي تختصر ايه بقى which is stood for دي تختصر ايه electronic numerical integrator and calculator طبعا كل حرف من دول اختصر الكلمة دي تمام electronic electronic numerical يعني رقمي integrator اللي هو زي بقولهم على ايه يعني خبير تكامل زي بقولهم calculator الحزبة ده كله غنبير رمز للكمبيوتر يعني it was the world the first electronic calculator كانت اول calculator الكترونية اول الحزبة الكترونية later فيما بعد technology developed بسبب تطور التكنولوجيا يعني computers became smaller and smaller الكمبيوتر اصبح ايه اصغر واصغر personal computers were first introduced اول كمبيوتر شخصي تم عرضه تقديمه in the 1970s في السبعينات بالقرن الماضي by MITS دي شركة اسمها MITS apple computer عارفينها طبعا كلوك مشهورة and IBM they didn't look exactly like the computers we use today طبعا ما كانش الكمبيوتر في الوقت ده ما كانش شكل الكمبيوتر اللي معنا دلوقتي but they were surely revolutionary at the time لكن هما كانوا بالتأكيد في الوقت ده يمثلوا مزاولوا ثورة في المجال ده يعني scientists are continuing to find ways to make computers are small as small as possible العلماء مستمرين في طرق متعددة انهم يجدوا طرق ان يخلوا الكمبيوتر اصغر واصغر بقدر الان كان some computers today are small enough to carry around in our pockets دولك يعني بعض الكمبيوتر دلوقتي بيت صغيرة بالقدر الكافي ان احنا من كنا نحطها في الجب بتاعنا زي ما قولون but technology doesn't stop there لكن التكنولوجيا لم تتوقف عند هذا الحد يعني they will continue to get even smaller بيحاولوا برضو يخلهم ايه يحصلوا على الكمبيوتر اصغر who knows من يعرف maybe احتمال someday في يوم الايام we won't need the big disk tops or laptops مش نحتاجه ولا الكمبيوتر اللي بنحطه على ال disk يعني disk top computer او اللابتوب حتى كمان that we use today بنستخدمه دلوقتي all we will need is a computer chip a chip that is as small as fingernails ايه بقى كمبيوتر chip كلمة chip يعني شريحة او رقاق كلها اللي نحتاجه رقاقة الكمبيوتر او شريحة الكمبيوتر that is as small as fingernails اللي بتبقى شبه ايه الاظافر زوفر بتاع بتاع صوبع الانسان يعني وده طبعا احنا بنشوف في الافلام الاجنبية اللي بتكام على الخيال والتقادم التكنولوجي وممكن تكون موجودة فعلا دلوقتي تمام نشوف عندنا بقى ايه اول سؤال عندنا النهاردة number 29 ولينا الفكرة بتاع القطع هي ايه لو تركز هتاك ده ايه letter A كمبيوتر are getting smaller and smaller يعني الكمبيوتر بيصغر ويصغر تمام طيب بعد كده number 30 the best title for this passage would be افضل يعني القطع ده هيبقى ايه لو ركزها تجنل الحل الصحي بقى letter C تمام لو ايه the development of computer technology تنمية ايه تكنولوجيا الكمبيوتر وتطورها يعني number 31 according to the passage personal computers in the 1970s وفقا القطع الكمبيوتر الشخصي في السبعينات كانوا ايه طبعا في السبعينات الكمبيوتر الشخصي كانوا يعتبر ايه صورة في المقالدة فاكرينها letter A تمام revolutionary تمام number 32 the closest to the underlying word tick up اقرب معنى مراد في الكلمة tick up هو ايه tick up يعني انها معنى هيشغل حي يبقى letter C تمام occupy تمام number 33 the underlying word numerical is related to كلمة numerical دي متعلقة بايه طبعا هنا كلمة او لا علاقة بكلمة numbers الارقام طبعا تمام letter C number 34 scientists are trying to find ways to بايه ما بيحاولوا يجدوا طرق ايه طبعا احنا قلنا طرق انه ما يخله الكمبيوتر اصغر يبقى ايه make computers smaller تمام number 35 which word of speech اي جزء من اجزاء الكلام يعني is the underlying word enough يعني ايه السؤال ده يعني كلمة enough ديت اللي تحتاجها خطة في القطعة ديت مكتوب لهم مختلف الكلمة ديت هلقول عليها preposition حرف جر adverb بظرف adjective صفة ولا an interjection من صيغة التعجب طبعا الحالة الصحية ايه هتبقى adverb بظرف تمام letter B number 36 E N I A C was الحروف ديت ايه طبعا the world the first electronic calculator كيبير ترمز اللي جملة كبيرة لو انتفاكرين كان اول الى حزب الالكتروني تمام نجيب على كده number 37 الترجمة بقى translate into Arabic الترجمة اللغة الحربية واتفاقنا المرة اللي فات لو انتفاكرين او الناس اللي متابعين يعني معانا المرة اللي فات قلنا افضل طريقة لحل النظام ده او الاسلوب ده في الترجمة هو طريقة الاستبعاد استبعد الجملة الخطأ تاني حاجة برضو طريقة جميلة جدا ان انت تتمشي جملة جملة او مقطع مقطع من العبارة وتبدأ تستبعد اول بول مع كل كلمة مختلف ازاي يعني ركز في اللي نعمل دلوقتي هنا اقول لك ايه زا كوفيد كوفيد جائحة كورونا نشوف كده نمشي واحدة واحدة لقد كان اللي جائحة كوفيد اثر محدود على اكتصر العالمي اثر محدود هي كلمة كاتاستروفك امباكت لنمعناها اثر كارسي ازا ديت غلط يبقى ديت اول واحدة طلعناها برا عشان محدود مش معناها كاتاستروفك تمام طيب ليه طربي لقد كان اللي جائحة كوفيد ناينتين اثر كارسة على الاقتصاد العالمي ديت ماشية حتى الان لقد كان اللي جائحة كوفيد ناينتين اثر كارسة نفس الكلام ما فيهش مشكلة برضو لقد كان اللي جائحة كوفيد ناينتين اثر كارسة على الاقتصاد المحلي لا يا مصر محلي ايه ده العالمي هنا قال ازا انا طلعت اتنين برا استبعدتهم من اول جملة اني كامل الجملة التانية طبعا هنسيب ايه ونسيب دي نشوف بقى بي و سي طبعا بيقولك ايه حيث استفاد ملايين البشر حيث استفاد ملايين البشر من وظائفهم في انحاء العالم اني بيقولك ايه بقى هو هنا استفادة يعني لست ده لست يعني فقدة فبالتالي هتبقى استفادة هنا غلط يبقى التربيه غلط اذا ايه اللي فاضل حيث فقدة لها فقدة لست اذا اللي جابة الصح هتبقى عندي ايه طبعا كده هتبقى لتر سي هي اللي جابة الصح يبقى احنا بمشوا بنظام ايه الاستبعاد جملة جملة تمام نجي نمبر ثيرتي ايت تمانية وتلاتين نمشي بنفس الطريقة برضه نشوف كده لضغط النفس والاكتئاب والتفاؤل تفاؤل يا مستر ديقولك فرستريشن فرستريشن ده احباط تمام فبالتالي هنا غلط يبقى ايزا كلمة تفاؤل دي غلط يبقى ده هنطلع ايه هنطلع الاجابة دي برة ليه او الاجابة طلعناها ليه عشان كلمة تفاؤل تمام طيب نشوف اللي بعدها لضغط النفس والاكتئاب والاكتئاب دي ماشي والنظرة الايجابية يبقى لك النية تيف سلبية يبقى دي برضو غلط شوف احنا نبسي فاول جملة وطلعنا اتنى غلط طيب نشوف الاختيار التالت لضغط النفس او الضغط النفسي والاكتئاب والاحباط والغضب والنظرة السلبية حد دلوقتي ماشي نصح للحياة لا تجعلنا فقط سعداء هبولك هنا ايه لا تجعلنا فقط غير سعداء اذا هنا سعداء غلط انا لسه ما كاملش نسه في جملة الاولانية وطلعت تلاتة برة اذا جملة الرابعة تأكد منها برضو ما دولش بقى دول تلاتة غلط وروح بايه ممكن تكون غلطان في واحدة فاتت لازم تتأكد برضو دي صح لحد اخر كلمة الضغط النفس والاكتئاب والعباط والغضب والنظرة السلبية للحياة ماشي كده لا تجعلنا فقط غير سعداء انهبي تمام ولكنها ايضا تؤثر سلبا تمام على الصحة وطول العمر كده جملة دي صح يبقى الاختيار الصحة بتاعي ايه هيبقى لتر دي تمام نجمع كده تسعة وتلاتين نمشي بنفس الطريقة بس ترجم مرضى من عربة الانجليزية تعتبر المعاهدات الدولية واتفاقيات ملزمة بين الدول نشوف كده ناشنال تريتز بنقولها كده ده كلمة ناشنال غلط المفروض يقول لي انترناشنال دي بره على طولها مش اكمل بقى طيب الاتفاقات ملزمة بين نيشنز بيماشي تمام ما فيهاش مشكلة لحت الان نشوف البعدها برضو تمام تمام برضو طيب نشوف جزء تاني بعد ضبح جزء من القانون الدولي نشوف كده احنا خلاص بره نسوف سوف دي اتيت صح طيب نشوف وإن كان فيه حاجة تانية صح هنا يقول لك يقول لك القانون العام يقول لك قانون دولي اذن دي غلط طيب تاحت يقول لك دي اتيت معناها اصلا قانون دستوري دي غلط برضو لو ان يقول لك قانون دولي اذين الحل الصحي يبقى؟ بحل الصحابة عندي لطربي تمام لان كلها صح وحتى وقاب لك ايه كلمة القانون الدولي تمام اخذ سؤال عندنا النهاردة يجب على مصر ان تواكب التغيرات لهذه التي تحدث حاليا في العالم نشوف كده ايجبت دي صاح مفهاش مشكلة حتى الان طب نشوف لعدها ايجبت شود بط اب يا مصر دي بقول لك هنا تواكب معناها كيب اب انها بط اب غلط ليه اصل كلمة بط اب هنا دي معناها ان يطرح او يرفع طبعا دي غلط يبدي غلط اذا اللي تربي غلط طب نشوف لتر سي ايجبت شود كيب اب ويد زا تريموند تريميندوس تشينجز زات او كارينت هابننج هو كارينت ولا كارينت لي ده كارينت يعني حالي وكارينت لي يعني حاليا طبعا دي غلط تمام طبعا نشوف لتر سي لتر دي طبعا الجملة دي صح ما فيش مشكلة نشوف اخر جزء لكي تحقق التقدم في كل المجالات لا يا مصر ده اذا لتر دي غلط يبقى الاجابة الصح ايه هتبقى لتر ايه تمام زي ما قلنا في الاول تمام لتر ايه صح احنا كده وصلنا لاخر لحلقتنا النهاردة ان شاء الله ينتظرونا في فيديوهات مختلفة من سلسلة كتب مختلفة ان شاء الله احنا كده وصلنا لاخر الفيديو راجعا لو عجبك الفيديو ما تنساش يعمل لك الفيديو وتشارك في القناة وتفعل الجرس علشان توصلك الفيديوهات القادمة ان شاء الله كان معكم مصر رحمة العبد من قناة دروس العلمية اونلاين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته